يزرعون الرعب في الأماكن العامة ويهددون سلامة المواطنين هم مختلون عقلياً يجوبون شوارع العاصمة ويعتدون على المرة بالشتم وحتى الضرب الذي في العديد من الأحيان يفضي إلى الموت أشخاص رفع عنهم القلم يهيمون على وجوههم دون رقيب أو حسيب في ظل صمت سلطات الوسط ثلاثمائة ألف مجنون هو الرقم المخيف الذي بات يهدد حياة الجزائريين رقم مرشح إلى الارتفاع نظراً لتنامي ظاهرة الإدمان على المخدرات وصعوبة الظروف الاجتماعية من فقر وعوز وما تخلفه من الضربات النفسية لدى الأشخاص بصحات عقلية لم تعد تكفي هؤلاء ما يستوجب خلق مراكز نفسية لرعاية تلك الفئة ومن ثم احتواء الوضع قبل أن يتفاقم إلى مستويات لا تحمد عقبها ومن ثم هناك إمكانيات نقدرون ديرو مع المعارضة نقدرون ديرو زوبيتون كما نهدرون العجازة نقدرون نديرو لهم أماكن خاصة بهم ونقدرون ديرو ديزاسوسياسيون نرى أن نرى الناس في الفيسبوك الحمد لله دارو ديزاسوسياسيون رام قيبي من ناس المرضى كما دارو لها داك الجن اللي كان مريد للمولو سين مليار حنا سين مليار دولار كما يقول لك عبازي سير نقدرون ديرو ما صح كبير وهناس يستكلفوا بهذا الناس 13-14 مهبون نورمال يمشوا في طريق نمر مديرا يدوها مساحات عقلية نورمال هي شريحة أضحط خطرا يحدق بالمجتمع لاستوجب تدخلا من قبل الدولة واتخاذ إجراءات مستعجلة تحمي المواطنين وتعيد الأمن والاستقرار إلى شوارع العاصمة